موسيقى مشاهدي ميديان تيفي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات متجزرة عرفت خلال الولاية السابقة للرئيس المنتخبي دونالد ترامب مستوى غير مسبوق عندما اعترفت واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على صحرائها في حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا نستطلع أفق علاقات الرباط وواشنطن في عهد الرئيس المنتخبي دونالد ترامب كما نبحث أفق العلاقات الأمريكية الإفريقية في عهده قبل نقاش محورنا الأول نتابع التقرير التالي لوفاء التوزري المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إقامة تحالف تاريخي وشراكة استراتيجية لم تزدهما الأيام إلا رسوخا يؤكد جلالة الملك محمد السادس في برقية تهنئة بعث بها إلى دونالد ترامب بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة البرقية الملكية استحضرت الولاية السابقة لدونالد ترامب والتي بلغت خلالها علاقات البلدين مستويات غير مسبوقة تميزت بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كامل ترابه في الصحراء هذا الموقف التاريخي يمثل حدثا هاما ولحظة حاسمة كما يعكس مدى عمق الروابط المتميزة والعريقة بين الرباط وواشنطن ويعد بآفاق أرحب للشراكة الاستراتيجية التي مافت أن نطاقها يتوسع اتفاق التبادل الحر والحوار الاستراتيجي واختيار واشنطن المغرب كأحد حلفائها الأساسيين من خارج حلف شمال الأطلسي واحتضان المغرب منذ 2007 تدريبات الأسد الإفريقية التي تنظم بشراكة بين القيادة الأمريكية في إفريقيا والقوات المسلحة الملكية كلها أبعاد تؤكد عمق العلاقات المغربية الأمريكية العلاقات التي تتعزز بفضل العديد من المحطات التاريخية البارزة تستمد جوهرها من توافق المصالح والإرادة الثابتة لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك وللنقاش معنا في الستوديو الدكتور زكرياء أبو الذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط مرحبا بك دكتور لاحبك سي محفوظ شكرا سيكون معنا أيضا عبر سكايب من واشنطن المحلل السياسي الداهي عقوب وأبدأ معك دكتور كما ورد في رسالة التهنئة الملكية اعتراف الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية على صحرائها شكل نقطة تحول في علاقات الرباط وواشنطن ما المنتظر أن تكون عليه هذه العلاقات مع العودة الجديدة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض هناك مجموعة من السيناريوهات المحتملة ولكن السيناريو الأكثر إفادة والشكل منطقي كالسمرارية لما دأبت عليه إدارة ترامب في عهدتها الأولى وعلى أساس أن يكون هناك ترصيخ لهذه الشركة في هذا الاعتراف دجمبر 2020 لماذا؟ لأنه أولاً المغرب بما يحتله من مركز جغرافي جيوسياسي وجيوستراتيجي وما له من أهمية قصوى ليس فقط في الإدارة الحالية في الواقع لأنه بالتالي يمكن أن يقودنا النقاش للقول بأن العلاقات ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات عميقة ضاربة في التاريخ ومتجدرة وبالتالي كيفما كانت الإدارة في الواقع؟ ويمكن أن نعيد المشاهد الكريم لأنه حتى بايدن لم يجرؤ على تغيير ما قام به ترامب في دجمبر 2020 علماً لأنه كانت هناك نوع من استجال سياسي بينهما إلى آخره إذن الشاهد عندنا كما نقول وهو أن تكون هناك أفق جديدة في ظل أولاً تشكيل إدارة جديدة لترامب وهناك بعض الأسماء التي لاحت في الأفق ونعرفها بالتالي هذا يعطينا نوع من كما تقول في فرنسيا أفونغو ربما بعض الإشارات ومؤشرة فهي إذن ربما قد تكون محافظة ولكن عازمة على أن تستمر ما قام به ترامب في دجمبر 2020 وبالتالي ترصيخ حتى الشراكة التولاتية ويمكن أن نضيف أيضاً دول أخرى إذن هناك سيناريات كثيرة صراحة ولكن ما يمكن أن نقول من ناحية الواقع السياسية ومن ناحية الواقع الآن الذي يفرض نفسه على الجميع وأنه سوف تكون هناك أيضاً أفق إيجابية ما بين الدولتين انطلاقاً مما ذكرت ومما يتضح الآن على الشاشة أيضاً للمشاهدين الكرام على شكل أرقام هناك أبعاد في هذه العلاقات سياسية اقتصادية تنموية أمنية حتى هل يمكن أن نتحدث عن بعد استراتيجي متجذر في هذه العلاقات بين البلدين؟ أكيد وسأعطي ربما مؤشر جديد ينبغي استحضاره عند مقاربتنا لهذا الموضوع المتشكيل من مجموعة من العوامل ومن الدالات كما نقول لفاغيابي سبتمبر 2023 الإدارة الأمريكية بصفة عامة اعتمدت ما يسمى بخارطة الطريق الخاصة بالأطلسي ونحن نعلم أن المغرب كان سباقاً في محاولة بلورة تفكير جيوستراتيجي شامل يأخذ بالاعتبار كيف يمكن استثمار هذا المجال الفسيح ما بين المغرب طبية الحال عندما نتحدث المغرب نتحدث عن إفريقيا لأنه الدول مضطلة على الأطلسي وبالتالي هناك تقطوعة مهمة جداً أكيد بأن الإدارة الحالية سوف تحاول أن تستمر هذا المجال وترصخ فيه التعاون على أبعاد مختلفة سواء تعلق الأمر بالاقتصاد الأزرق تصدي لظاهرة القصانة مكافحة الإرهاب واليوم هناك اجتماع مهم كما تعلم في العاصمة الرومانية فيما يتعلق بالتصدي للهجمات الإرهابية ذات الأبعاد النووية أمريكا حاضرة والمغرب حاضرون أيضاً تماماً المحلل السياسي داعي عقوب من واشنطن في الواقع المملكة المغربية اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية قبل أزيد من قرنين بالتالي نتحدث عن تجذر ممتد على مدى هذه الفترة من العلاقات بين البلدين ما الذي يمكن أن نتحدث عنه كمميزات للعلاقات بين الرباط وواشنطن أهلاً أستاذ محفوظ أهلاً بالدكتور معكم في الستيديو العلاقات مميزة عدا بعدها التاريخي أكثر من 200 سنة هذه العلاقات ضاربة في القدر أضافة كذلك إلى أن علاقات مميزة أيضاً بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية المغرب بوابة كبيرة جداً للولايات المتحدة الأمريكية على إفريقيا بلد يتطور بشكل كبير وكان هناك مؤسسة بأن تستغل أمريكا في الكونغرس ومجلس الشيوخ تستغل أمريكا التواجد والزخم المغربي من أجل القضاء أو التواجد مع القوات الكبرى وخصمها اللدودين روسيا والصين في الأسواق الإفريقية بالتالي أعتقد أن وجود ترامب حالياً سيعزز من فتح القنصلية في الأقاليم الجنوبية وكذلك نقل شركات اقتصادية كبرى أستاذ محفوظة تكلم عن تيسلا تيسلا كان الحديث أنها ستفتح فرع لها في المغرب وهو أمر يتعزز على كذلك ما يتم الحديث عنه عن الطاقات وكذلك الأمور الأخرى بالتالي هي شركة قوية وستتعزز مع ترامب الذي يريد أن يخلد اسمه بين الرؤساء الأمريكيين الذين استطاعوا فعلاً أن يقدموا لأمريكا خصوصاً إذا ما قام بقفزة نوعية في إفريقيا عبر المغرب إذن على ذكر البعد الاقتصادي هناك أيضاً يعني اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية مضت عليها أكثر من عشرين سنة مكنت من الكثير من المزايا عدا عن مضاعفة تبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين ماذا عن الأفق المستقبلي في البعد الاقتصادي والتجاري برأيك؟ الأفق واعد جداً خصوصاً أننا نتكلم عن المغرب وهي دولة كبيرة وفيها حركة اقتصادية كبيرة وقبلة لجميع دول العالم أعتقد أن هناك بعد إعلانه عن وزير الاقتصاد والمالية في حكومته ستكون هناك حركة دعوبة من المسؤولين الأمريكيين نحو المغرب لفتح هذه الشركات تتعلق بالشركات التي تعمل في الطاقة وكذلك الشركات التي تعمل في الهودروجين وغيرها من هذه الأمور كذلك نقل بعض الشركات الأمريكية إلى المغرب خصوصاً في الأقاليم الجنوبية وهو أمر طالما طرحته الصحابة الأمريكية هنا لذلك الشراكة واعدة وأعتقد أن الجمهوريين أستاذ محفوظ هم أكثر حيوية وتحرك من الديمقراطيين لذلك يعون أن إفريقيا تخرج من حساباتهم بسبب التواجد الصيني الروسي وعليهم أن يشتغلوا عن الموضوع لذلك بدأت إرهاصات وحديث في الصحابة الأمريكية عن الشراكة القوية مع المغرب خصوصاً في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأوليتين بترامب في حكومته دكتور زكريا أبو الذهب المجال الأمني أيضاً أحد مرتكزات هذه العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية نتذكر مناورات الأسد الإفريقي أكبر مناورات عسكرية في القارة الإفريقية ماذا عن البعد الأمني ومستقبل وفي العلاقات بين البلدين نعم هو من روافد الشراكة المتميزة بين البلدين وربما قد ندم إلى 1944 مع مؤتمر أنفى أنا داك وكان روزفيلت حاضراً بالإضافة إلى المرحوم محمد الخامس وأيضاً وزير أول بريطاني وينستون شيرشيل ثم كانت هنا قواعد أمريكية في مجموعة من المدن وعلى سبيل تذكير قنيطيرة التي كانت تسمى بورليوتي بالإضافة إلى بن جرير وهناك تعاون وثيق وقديم جداً تمت تسريع وطيرة هذا التعاون وينبغي أن نشير لأن هناك اتفاق مهم جداً ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون الأمني العسكري والذي يغطي العشرية 2020 و2030 المغرب يسعى بطبيعة الحال وهذه كانت إشارات من صاحب الجلالة أن يكون هناك نوع من الاستقلال على المستوى الاستراتيجي ويدخل في ذلك حتى تصنيع الأسلحة أعضف إلى ذلك كما قلت الأسد الإفريقي 2007 إلى الآن والذي أضحى تمرين لا يخص فقط الولايات المتحدة الأمريكية مع المغرب وإنما يضم بلدان أخرى إفريقيا وغير إفريقيا وبالتالي هذا يمكن المغرب لنقل الخبرات ثم يبين على أن موقع المغرب مهم جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية من أجل تدبير مجموعة من المخاطر وتصديلها عبر ربما بعد التمرين الاستباقية كتمرين الأسد الإفريقي شكرا لك دكتور زكريا شكرا للدهي عقوب وننتقل مشاهدين إلى محورنا الثاني لهذه الحلقة تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التهانئة من مختلف رؤساء وقادة البلدان الإفريقية عبروا عن تطلعاتهم إلى تعزيز العلاقات بين بلدانهم والولايات المتحدة في عهده الجديد قبل نقاش حاضر ومستقبل العلاقات الإفريقية الأمريكية نتابع التقرير التالي لنهى يوسف بين الولايات المتحدة والقارة الإفريقية علاقات متجذرة تتخذ أبعاد مختلفة في طلعتها لاقتصاد والأمن فعلى الصعيد الاقتصادي تجاوزت الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا حاجز 22 مليار دولار منذ عام 2021 أبرمت الحكومة الأمريكية أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية مع 47 دولة إفريقية بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليار دولار خلال القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت في واشنطن عام 2022 أعلن الرئيس جو بايدن عن أكثر من 15 مليار دولار كالتزامات تجارية واستثمارية وصفقات وشراكات مع إفريقيا في مجالات بينها الطاقة المستدامة والاتصال الرقمي والبنية التحتية وتمويل كما شكل قانون النمو والفرص أغو شريان حياة للصادرات الإفريقية نحو السوق الأمريكية منذ عام 2000 ومن خلال هذا القانون التحفيزي استفادت اقتصادات عدد من بلدان القارة على الصعيد العسكري أنشأت الولايات المتحدة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكم عام 2007 وهي مسؤولة عن العلاقات العسكرية مع القارة علاقات تأخذ أبعادا مختلفة من بينها تبادل الخبرات وإجراء تداريب المشاركة فضلا عن إبرام صفقات أسلحة مع عدد من البلدان الإفريقية لكن الولايات المتحدة تواجه خلال السنوات الأخيرة تصاعد النفوذ الصيني والروسي في القارة إضافة إلى تنام حضور العديد من الأطراف الدولية الأخرى المحلل السياسي داها يعقوب تابعنا إذن في التقرير مجموعة من المرتكزات في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الإفريقية برأيك إلى أي حد ينتظر أن يتعزز الاهتمام الأمريكي بإفريقيا في عهد دونالد ترامب الجديد؟ التوقع أستاذ محفوظ أن تكون هناك حيوية وحركة أكثر من الإدارة الجمهورية نحو إفريقيا خصوصا في ظل ما أشرت له الأستاذ نوها في تقريرها من تواجد قوي جدا للصين وشراكة قوية مع إفريقيا وغزو للسوق الإفريقي عدا ذلك أيضا هناك روسيا وبيع الأسلحة وكذلك ما فاغنر والتغيير الذي طرأ على اسمها بالتالي الولايات المتحدة الإفريقية ستدخل إلى إفريقيا وهي أولويات كبرى لدى ترامب حاليا ونتوقع أن يعلن عن استراتيجيته الجديدة نحو إفريقيا خصوصا من البوابة الكبيرة للمملكة المغربية وأتوقع هذا الأمر بشدة لأنه يدرك أنه عليه أن يبدأ في الشراكة مع إفريقيا حتى لا تخرج من يدي وأعتقد أن القمة التي قام بها بايدن مع القادة الأفارقة كانت قمة شاحبة وهو وعد بأن يقوم بزيارة إلى إفريقيا لكن هذه الزيارة لم تحدث وأعتقد أن ترامب الذي ذهب والتقى برئيس كوريا الشمالية وعليه الآن أن تكون لديه مبادرة جديدة محفوظة وأن يذهب إلى إفريقيا وربما أتوقع وأقول بأنه سيزور المملكة المغربية وعدد من الدول الإفريقية في سنواته القادمة لأنه يريد تفعيل شراكة ويريد أسواق جديدة ويريد للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون لديها استثمارات في قارة واعدة وهي القارة السمراء إفريقية يلاحظ داي عقوب ما يعرف بالديبلوماسية القمم مع القارة الإفريقية قبل أيام قليلة كان هناك مؤتمر روسي إفريقي القمة الأمريكية الإفريقية التي أشرت إليها والعديد من الدول في الواقع تعقد قمما مع القارة الإفريقية ويقوم قادتها أو كبار مسؤولها بزيارات لإفريقيا في عهد الرئيس الحالي جو بايدن كان هناك مسؤولون عد أمريكيون رفيع المستوى زاروا إفريقيا هل ننتظر أن تشهد العلاقات الأمريكية الإفريقية من البوابة الدبلوماسية حركية أكثر برأيك؟ أعتقد أنها ستشهد حركية أكثر كانت ديمقراطيون مقيدون جدا بالاهتمام بالشرق الأوسط وبالصراع مع أوكرانيا وغيرها من هذه الملفات لكن الجمهوريون دائما يركزون على الاقتصاد وعلى البعد عن التضخم وعلى أن يكون هناك رفع للأجور والاهتمام بالمواطن الأمريكي لذلك الشراكة مع إفريقيا قادمة بقوة ويعون جيدا أن أسواق واعدة مثل الأسواق الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وكذلك دول إفريقية أخرى ستشكل لهم طوق نجاة في زيادة الاقتصاد والبعد عن التضخم لذلك نتوقع زيارات محمومة من عديد من المسؤولين حتى من مالك تيسلا الذي أصبح حاليا من المسؤولين الكبار في حكومة ترامب وأتوقع جديا فعليا أستاذ محفو أخيرا أن تكون هناك زيارة ترامب لترامب لأن القارة الإفريقية واعدة وعليها نوع من الخصام ونوع من الحرب المستعرة مع بيكين وكذلك مع موسكو طيب دكتور زكريا أبو الذهب هناك جانب أشار إلى الدعاء عقوبه المتعلق بأن المغرب في الواقع يشكل بوابة مهمة جدا على القارة الإفريقية وكل القوى اليوم العالمية المهتمة بإفريقيا تعزز علاقتها مع المملكة المغربية ماذا يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من المغرب في هذا الجانب؟ بما ركامه أولا من تجربة على قدرة المساومة والمفاوضة وبالتالي فهو بلد محوري نقوله إيتاب بيفو أولا قريب للتحاد الأوروبي لديه علاقات تاريخية مع البلدان الإفريقية جنوب الصفة عامة ثم أيضا محوريته على مستوى شمال إفريقيا ثم يمتد إلى الشرق الأوسط إلى آخره وبالتالي فهو يعرف ويعلم ما هي الثقافة الإفريقية وهو عضو ديناميكي داخل الاتحاد الإفريقي وعندما تحدثت الأخ محفوظ والأخ الداهي عن القمام الإفريقية آخرها كما قلت عفوا سوتشي وسوتشي بمعنى لأنه منذ انطلاقها في 2019 أن روسيا تريد أن توسئ من النطاق الاقتصادي على مساوى تواجدها وإبرام اتفاقيات ربما من جيل جديد أمريكا كانت أطلقت منذ سنوات ما يسمى بالأغوا أغوا يعني African Growth Opportunity Act وكان آخر لقاء كان في دجنبير 2022 ونمتفق مع السيد داينما قال بأن كان نوع من البهت إن صح التعبير الجيوسياسي بايدا لم يكن متحمسا والإدارة بصفة عما السابقة بشكل كبير فيما يتعلق بتوسيع تواجدها في أفريقيا ولكن يمكن أن نقول بأن حتى تروم في عهدته الأولى لم تكن لديه صراحة سياسة أفريقيا واضحة ربما قد يستفيد من بعض الهفوات في الأول ويقول بأن الآن مادم أن هناك تهافد كبير على القارة الإفريقية كوريا إيطاليا الهند تركيا صين إلى آخره فينبغي بطبيعة الحال أن نعمق التواجد الأمريكي في إفريقيا والمغرب ما مر لا محيد عنه بالنظر خصوصا بالمشروع الهام لفتح كونسوليا في الدخلة عندما أقول فتح كونسوليا بمعنى بشكل إجراء تواجد حقيقي استثمارات مهمة جدا توسيع النطاق خصوصا وأختم بذلك أن الإدارة الأمريكية لديها واحد ديبت مدينية كبيرة جدا واستمعت إلى إيلون ماسك لأنه تعين أو تم تعينه على رأس إدارة سماها ترمب بالنجاعة الحكومية تقليص دين مستلاف بليون دولار إلى ألفين وتقليص عدد الوكالة إلى آخره ولكن توسيع حجم المبادلات هذا يمر أيضا عبر تفعيل اتفاقية خصوصا مع القارة الإفريقية طيب ولكن ملاحظة الآن في إطار التنافس الدولي على القارة الإفريقية الصين بينها فارق كبير مع باقي الدول الأخرى في مجال التبادل التجاري والاقتصادي هناك أكثر من دولة أيضا تسارع خطواتها في هذا الاتجاه دونالد ترمب ما الجوانب التي يمكن أن يركز عليها في هذه الشراكة مع إفريقيا مثلا ربما ما يسمى بلومود أوبيراتوري طريقة التعامل الإجرائي الصين مختلفة جدا بحيث أن تأتي كتسمى بمعنى أنها دعم بين التحتيال إلى آخره لا تناقش الحكام الجيدة لا تناقش حق الإنسان وهذا من خصائص الثقافة الصينية تعيش سلمي وتعتبر نفسها الصين أنها تنتمي إلى مجموعة 77 أو 77 من زائد الصين تقول بأنني أين ضع أنا دولة سائرة في طريق نمو بالرغم أنها عملاق صراحة اقتصادي وبالتالي فهناك فرق على مستوى استراتيجية التعامل مع البلدان لأن كيفما كالحال عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية هناك المحاسبة هناك أيضا ربط المسؤولية أو المحاسبة بالمسؤولية بالتالي المقاربة كانت إكرهات طريقة اتخاذ القرار الصين الحزب الشيوعي أمريكا هناك إدارات متنافسة بالتالي نبغي أخذ بالاعتبار ربما هذه الفروق ولكن تصب في مرمى واحد وهو أنه سوف تكون هناك تنافسية حادة جدا على المستوى الجيو اقتصادي فيما يخص بالقراء الإفريقية دهي عقوب يعني ملف الهجرة يعتبر حاضر بقوة في سياسة الرئيس دونالد ترامب وهذا الملف في الواقع يشكل عاملا يؤرق كل دول العالم ما الذي يمكن أن تطوره الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب مع إفريقيا في هذا الملف نعم أستاذ أود أن نشير وأتفق مع الدكتور فيما قالوا أود أن نشير إلى أنه أيضا في خطابه بعد النجاح أشار إلى أنه يشكر الجانية العربية والإسلامية لقد أمدوه بطوق نجاة في ميشيغن هذه الولايات التي ظلت رتحا طويلا ولاية ديمقراطية وكان للصوت المغربي الجارية المغربية دور كبير في نجاح ترامب وهذا أمر يعرفه جيدا لذلك أسعى وأقول بما يتعلق بالهجرة أعتقد أنها ربما تكون هناك جعجعة كبيرة وخطاب إعلامي ربما يتفق معي الدكتور حاول ترامب أن يستخدم هذه الشماعة ربما تكون هناك إجراءات تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين وأن تكون هناك إبرام للاتفاق مع الدول التي يتمنها هؤلاء المهاجرين لكن لا أعتقد أنه سيكون أولوية مع الدول الإفريقية الأولوية هي للاقتصاد هي لغزو الأسواق الإفريقية هي للتواجد العسكري القوي ومحاربة الحركات المتطرفة وكل هذا سيمر عبر المغرب لأن المغرب كانت لديها زيارات مكوكية للعاهل المغربي إلى الدول الإفريقية وكان هناك العديد من اللقاءات مع القادة الأذارقة وهناك اعتراف بالأقاليم الجنوبية وبمغربية الصحراء دوليا والمغرب تعرف الولايات المتحدة الأمريكية أنها يجب أن لا تخسرها نتيجة للعلاقات التاريخية الطويلة وبالتالي سيكون ملف الهجرة هو ملف ذانوي عكس الملف المتعلق بالاقتصاد والشراكة الأمنية إذن دكتور هذا الجانب المتعلق بالهجرة هل هناك مجال تعاون يمكن أن يطوره الطرفان الأمريكي والإفريقي في الواقع إشكال مطروح عالمي وليس يعني ودنت صراحة أخ محفوظ أن أشير أن هناك يعني جالية مغربية مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية شمال أمريكا ستناء ربما المكسيك ولكن حتى في كندا وهذا التواجد مهم وهو عقق استراتيجي بالنسبة للمغرب بما في ذلك المغرب دول الأصول أو دول الأصول اليهودية بالتالي ينبغي ربما تفعيل لهذا الجانب نذكر أنه في وقت كورونا عند استعمال أو البحث عن ديفاكسان لقاح كان مغربي والذي ربما وكان قريب من دروم ساعد الإدارة الأمريكية للتوصل لهذا الجانب بالتالي ينبغي ربما تفعيل هذا الجانب والبحث كيف يمكن أن تكون هناك جسور وثيقة وطيضة جدا ما بين المغرب والجالية المتواجدة في أمريكا من أجل تعميق الشراكة ما بين البلدين إذن أشكرك دكتور زكريا أبو الذهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أشكرك أيضا المحلل السياسي الدهي عقوب كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا أشكر لكم أنتم أيضا متابعين الكرام يمكنكم مشاهدين متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديان تيفي على موقعنا على الانترنت ميديان تيفي فوين كوم نلتقي الأسبوع المقبلة في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر